بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد ما زلنا في قبر الخواطر وفي صورة يوسف التي تعدد فيها أو تعددت فيها مواقف قبر الخواطر وهذا أهم موقف من مواقف قبر الخواطر لسيدنا يوسف عليه السلام تعلمون ما أقدمت عليه امرأة العزيز التي لم تستطع أن تقاوم نفسها أمام جماله وحسن خلقه وما ميزه الله به وأعطاه له من ميزات كثيرة لم تعطى لأحد سواه وأنها وصل الأمر بها إلى درجة أنها همت به كما تهم المرأة بزوجها شهوة وحبا ورغبة فيه هذا من جانبها هي لكن انظروا قلت منذ خليل أو قلت في حلقة الأمس لو تذكرون أنه لم يحدث منه هم مطلقا ما هم بها ليدفعها عن نفسه كما قال بعض المفسرين وما هم بها هم الرجل الصائم بالماء وهو في غاية الضمأ كما قال بعضهم وما هم بها كما يهم الرجل بزوجته وقيل في هذا الأمر كلام والله ما أنزل الله به من سلطان على كل حال ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه تكملة الكلام من سياق القرآن الكريم ومن سياق الآية إذا لم يكن جواب لولا موجودا يقدر من الكلام السابق عليه يعني نقول إيه ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه لهم بها لهم بها والحقيقة أن جواب لولا لا يتحقق أبدا ولذلك عندما تخضع للإعراب نقول لولا حرف امتناع ها لوجود حرف امتناع إيه لوجود مش حرف امتناع لامتناع زي زي لو لا حرف امتناع لوجود أي امتناع الجواب تماما وعدم تحققه تماما لوجود الشرط ايه الشرط البرهان الذي أنزله الله على سيدنا يوسف وهيأ له من البراهين ما يمنعه تماما أن يفكر فيها مطلقا تفكير رجل في زوجاته كلا إنه إنه يعني أعظم من ذلك إنه نبي لا يقربه شيطان إنه من المخلصين والمخلصون لا يقربهم شيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هؤلاء لا يقترب منهم شيطان قط ولا يتسرب إلى نفوسهم وقلوبهم أبدا ولذلك ما حدث منه شيء من ذلك وسترون بعد قليل من الأدلة ما يؤكد هذا المهم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر منين من دبر يعني من الخلف تشبثت بالقميص حتى مزقته من شدة الرغبة فيه ومن قوة الاندفاع منه إلى الباب هو يريد أن ينتقل إلى الباب مسرعا ولذلك حدث التمزق للقميص منين من الخلف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفية سيدها لدى وقدت العزيز أمامها وجه الوجه بشكل مفاجئ وبسرعة عجيبة جدا تصرفت وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وأصدرت الحكم إلا أن يسجن أو عذاب أليم سرعة بديها غير عادية وتصرفت بهذا المنطق فقيد الله وبدأ جبر الخاطر فقيد الله عز وجل من الشهود ومن أهلها قيل أنه طفل رضيع رضيع شهد وأنطقه الله بالحقيقة قيل أنه طفل رضيع قال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل يبقى صادقة وهو من الكاذبي لأنه قالها من الأمام وراودها عن نفسها وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصها قد من دبر نظر إليها وقال بعد أن بانت الحقيقة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم التفت إلى يوسف يوسف أعرض عن هذا انتهينا من هذا الموضوع لا تتحدث فيه ولا تحدث فيه أحدا أعرض عن هذا ونظر إليها وقال استغفري لذنبك استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين مشهد من أعظم مشاهد جبر الخاطر لنبي الله يوسف برأه تماما مما أسند إليه وسنسوق إن شاء الله في حلقة الغد أذلة أخرى تؤكد براءة يوسف عليه السلام من امرأة العزيز كبراءة الذئب من دمي ابن عقوب أشكركم على المتابعة وننتظركم غدا في لقاء قادم إن شاء الله وإلى أن يحين ذلك الموعد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عرال